أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية ملف برنامج طرح أسهم الشركات الممنوكة للدولة أو التي تسهم فيها في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية خلال اجتماع لمتابعة مستجدات برنامج الطرحات العامة في البورصة المصرية وأكد مدبولي أن الهدف الأساسي من برنامج الطرحات يتمثل في تحقيق أفضل عائد مدي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال إتاحة الفرصة سواء للطرح العام للمواطنين أو للقطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في زيادة فاعلية ونجاح هذه الأصول وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وأشار مدبولي لأن الحكومة تدرس تفاصيل العناصر المؤثرة على البرنامج من أجل اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح